موسيقى 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 يعني هي عالمتين العالمة الأولانية لعبة النادد أهل النهاردة جابت جنين نشوت الأول وفي أول ربع ساعة أو تلت ساعة أو خمس عشرين ديئة فحسوا أن هم هيمشوا الماتش على مزاجهم أو على حسوا أن الدنيا سهلة زي ماتشات الدول المصري لما كذبوا المقصة أربعة بعدين كذبوا فارقة أربعة فقال لك هنه هنكسب لا دولي أفريقيا فرق أفريقيا يا كابتن بقت حاجة تانية فرقة الماليخ النهاردة عجبتني بطريقة بتلعب كرة من تحت يا كابتن شغل يمدرب بين عليهم لأنه ما عندهمش واحد فالتة غير اللاشوال اللي جاب الجون التاني صحيح بس إنما الشغل اللي بيعملوه وبرغم إنهم اتنين اتنين وكانوا فاتحين الملعب برضو ما كانوش بيدفعوا صحيح الأهل لما حس إن الدنيا خطورة شوية وكده أرش تاني راح جايب الجون التالت وكان ممكن يجيب الرابع يعني كان ممكن يعمل لو هو بيلعب بنفس البداية للنهاية دي علامة استفهام إنه هو اللعيبة رياحة شوية العلامة التانية أو علامة استفهام التانية إن الوقت اللي كان مفروض حمدي فاتح ينزل فيه والنتيجة اتنين واحد ثلاثة في السطارة اللي بيعملها ويطلع واحد من برستاو أهو أحمد عبادر أنا النهاردة برستاو عادت عديله مفيش ميز باص عنده إحنا كنا متفقين إنه هو العيب كويس بس مش سوبر بس العيب كويس قوي شو بازل مش متفيد على دي أنا اللي بقول كده إنت بتقول لي سوبر برضو أنا على كلامي طبعا العيب كويس جدا بس مش سوبر عظيم مش ده فلافيروس مش ده عجائف عز مكدو ولكن ده عيب كويس وكان ماشي كويس النهاردة قوي يعني الباص بتاعه والحاجات دي نفس الكلام عبدالقادي شريف جايب جنين أتسيبه أتسيبه الحاجة بقى الأهم من كل ده وبصين لبرامدز يوم الثلاث وبعد كده صندوز يعني هو خلاص عايز الثلاثة بونت بقى أريح حاجة وبعدشان عنده الثلاثة بيرامدز في الدولي مطش بطولة وبمهورنا مش مستحمل تقلق ليه وإنت عندك مجموعة كبيرة من اللاعبين أنا أفهم الفرق اللي تبقى تعبانة أو قلقانة أو مرهقة اللي معندوش دك ده يبقى بيعتمد على كذا بس تقلق ليه هو من الواضح أنه هو معتمد على 12-13 واحد بس هو من الواضح أنه مش معتمد على حسام حسن من الواضح أنه هو فيه ناس كتيرة مش في حساباته بدليل أنه واحد زي ناصل ماهر ده لما يرحل بلنادي الأهل وأنا ما عنديش غير مجد أفشا طبعا مجد يفايق وفرحان أنا كمان إن شريف رجع يمكن الدماني فرود وعرف الفرود لما ثقته بترجع الحاجة الأخيرة عشان الكابتن الدماني يخش في الحوار معنا حسام حسن يا كابتن ده فرود كبير قوي حلو واخسارة لمصر إن ده مايلعبش كتير فإن حسام حسن ده لازم ياخد أربعة خمس متشطرة بعض عشان يجيب حسام حسن بتاع السموحة قبل ما يسافر إنما دقيقة في الدقيقتين أنت بتحطم واحد معنويا محتاجينه المنتخب مصر مش ينادي الأهلي بس فأنا بقول لحسام لو مش هتلعب السنة دي والسنة جا يفضل حال كده لأ يا ابني روح نادي إلعب فيه روح أي حتة إن شاء الله عارة إحنا محتاجين لعيب كبيرة يا كابتن فيه عوامل كتيرة مش عايزة إيس مستوى الدوري على مستوى دور الأفريقية هرجع لك فيها بس عايزة أخذ من كلامك حسام حسن وروح للكاتل الأبلاطية في الدنيا حسام حسن سؤال تراحته جميع نادي الأهلي النهاردة وتراحته من المباراة الماضية ينزل آخر ديئة حتى في وقت لما كان محمد شريف مش في مستوى كان بيسر مسمان عليها بمحمد شريف وحسام ما بياخدش لما بيرستاوت صاب حسام برضو ما بياخدش تفتكر فنيا حتى أو يعني أنت كمدرب ليه ما تستخدمش حسام حسن في أي فترة من الفترات؟ أنا وجد نظري أن في آخر خمس مواسم بعد عمر زيك وعمد متعم بالمهاجم الصريح حسام حسن مفترض أنه هو يكون يعني خليفة الناس دي مهاجم يمتلك كل المطاومات سريع قوي بلعب بدماغ وبلعب بيمين وبلعب بشماله لعب مبايزة كابتن هدفه مؤثرة لعب السلم تحت ضغط لعب بعنده كل الإمكانيات اللي تقدر تحتمد عليهم مش بس في نادي أهل زي ما الكابتن عبدالبي بتكلم لقى في منتخب مصر أنا شاف حسام لو خد فورمة مهاجمين كتير جداً لما بياخدوا فورمة بس حدودهم عند حاجة معينة لكن ده لو خد فورمة وخد ثقة أعتقد دايبة مهاجم منتخب مصر الأول أنت لو حسام حسن فورمة يبقى المهاجم الأول في الأهلي هو طبعاً قبل الشريف على وجهة نظر طبعاً لأنه هو مختلف شوية عنهم لأنه هو بيمتلك بلعب بوشه وبلعب بظهره رجل بقى هدرز رجل بيمين رجل بشمال رجل تزيزاته قوية رجل مهاري بعد آه مهاري ممكن رجل عنده كمان عنده صناعة الأهداف بقدر عنده انقار ذات في موقف كترة جداً رجل ما ترافش عاوز يعمل إيه؟ يعني رجل في وقت من الأوقات كده بتحس إنه هو بقامل عكس ما احنا ما يحتاجينه رجل بلعب بدماغه حتى في الناحة الدفاعي برجع يدفع كابتن بقدر يضغط أعتقد كان هو مصطفى محمد آخر كان موسم يعني بعد عمر زاكي تبتكلم على فلاودة الإستامبل مزموطة كابتن آه لو احنا ما افتقدينها صح أعتقد ده كن لابد الاهتمام به اللي يفيد منتخب مصر عبد النادي طب ليها كانت لعب لطيف النهاردة حسنة في الأهلي مش النهاردة بس في مبارات كاسية للأهلي موضوع الضغط على المنافس أليل انت عندك لأسماء كبيرة في وسط الملعب أسماء كبيرة في خط الدفاع الباكات بتوعك باكات دولية ورغم كده أي فرقة بتلعب قدام النادي بتلعب بأريحية شديدة لحد ما توصل للجون ما عشان الكابتن رجل لخص لخص الموضوع أن الرجل باعتمد على 14 أو 15 اللاعب فبالتالي اللاعب بمرهق بتجي من أفريقيا بتخش على دور بتطلع على كاس اللاعب بتطلع على منتخب مصر مبارات ودية مبارات دولية فبالتالي ما عندكش الباور أو حتة اللياقة البدنية أو اللياقة الزينية اللي بيكون حضرة في كل مبارا اللاعب مرهق بتتكلم في اللاعب أغلب الناس اللي رجعوا منتخب فيها مضبوطة كبيرة مش دعالي معلول ما بدرش حتى نفسه من الآخر دي فأعتقد أن فيه إرهاق بدن عالي جدا على اللاعب ده اللي بتسبب أن نادي أهلي ما بعملش الضغط العالي كما اللي تعودنا منه النادي الأهلي حتى لما بيعمل الضغط العالي الشروط الثاني بمختلف تماما مبارات فاركو خلص من الشروط الأولاني نتيجة المجهود الزيني اللي عمله لأن الشروط الثاني مغير تماما نادي فاركو كان أفضل مع المفروض أنه كذبان ثلاثة في الشروط الأولي الطبيعي والمفترض أنه تدين تديني هدوء تديني أداء أفضل علينا العكس فده أن اللقاء البدنية بتقل بسبب إرهاق اللاعبة سواء على المسلم المحلي مع الفرق أو سواء المنتخبات طيب كابتن محمد أسألك السؤال مباشر هي طريقة لعب موسيماني مع الأهلي طريقة اللعب الخطة إيه النهاردة من أحد الأسباب اللي حسيت أنه موسيماني خلاص يعني يجيب الأنفاس الأخيرة في مصر المؤتمر الصحفي فآخر ثلاثة أربعة أسئلة واحد سأل له نفس السؤال انت بتلعب بطريقة ايه أربعة ديني أربعة ولا أربعة ثلاثة الطبيعي يقول له ممكن فيه متشاط بلعب كده وفيه متشاط كده وفيه متشاط تانيك وفيه متش بغير تاخدتين ثلاثة من حقك طبعا كمدرس ده الطبيعي انت تقول كده لو انت واثق أو عندك ثقة مش متحفز لللي قدامك لأن قابليه واحد سأل سؤال برضه ورد عليه بطريقة مش حلوة المرة دي قاله قاله انت شايف ان انا ممكن ألعب بطريقة ايه انا بقى بالطريقة اللي بتكسبني طريقة الرد حاسس انه هو مش وعلى فكرة هو فنيا يتجدد له فنيا وأرقام يتجدد ولكن نادي الاهلي احنا سنة 94 ألن هارس خد الدوري وكاس وكاس أفريكيا ومشي تاني سنة ففيه حاجات كده هم لجنة التخطيط أولاد القراءة وإدارة النادي بتشوف بتقيم المدرب مش فنيا بس تصريحات وسلوكيا أنا بقولك طريقة النادي الاهلي اللي دايما بيكسح بها اي حد وبيضغط على اي حد وبيضغطش معا حاجة اربعة اتنين ثلاثة واحد تضغط الفرقة من قدام انت عندك لعبة مهرية عندك امكانيات في الفرقة حاجة محترمة عندك دكة تقيلة فانا انا لما بلعب اربعة وثلاثة والاثنين ومفيش فرود ويطلع هتضغط زيما انت بتقول بيوصلوا للجون فرقة المريخ النهاردة وثلت للجون كذا مرة هي دي النادي الاهلي اربعة اتنين ثلاثة واحد ده النادي الاهلي اه في ماتشين ثلاثة في السنة ممكن نلعب اربعة ثلاثة ثلاثة بلعب الترج في الترجي سان دا وينز مش عارف ايه انما انا بقولك الاهلي عنده مشكلة السنة الجاية مشكلة؟ اه طبعا مشكلة كبيرة ليه؟ مفيش غير محمد هاني مفيش غير عالي معلول دي طرفين؟ مانا عندي كريم فؤيد محمد وحيد؟ امتى؟ امتى عالي معلول النهاردة من احسن الباكاتليفت اللي جات هو وجل بيرتو انا بتكلم عن المحترفين المصريين احسن بكتير برضو لما الفترة الاخيرة عالي من احسن ولكن طب امتى خلاص في وقت انت عملت كل حاجة ما عندكش الابداع الاكثر من كده فانت هتبتدي غصبا عنك كاف النازل يا ثابت النهاردة التخطية بتاعت عالي معلول كذا شارع من تحت من وراء يمكن اه الجنل الاولاني الفروض قطع هو المساك او دفندر يروح معاه مش بتاعت علي ماشي بس الكرة اللي اتلعبت له وجات لي فصل عجب ووقفها غلط مفيش يا كابتن مدافع بيوقف كده لازم يبقى بورب شوية ففي حاجات كتابة فنادي الاهلي معندوش باكلفت يلعب بعد عالي معلولي يبقى يقصر الدنيا معندوش باكرايد بعد محمد هاني يقصر الدنيا لو قالوا دانج ده مشي هتلاقي السلية وحمد فتح الوحديهم انت فهمني لو قفش ده بعد الشهر الحظبه معندوش بريميكر معندوش اه ممكن احمد اقدر يعملها شوية عشان شايف احمد اقدر على الطرف كويس فانت في ناس لأ مكادش تمشي من الاهلي وانا الاهلي لازم يفكر في بداية من دلوقت اكد هي دي المشكلة شوفت بقى حراك كنت بتتكلم على كل دول هروحنا كابتان عبدالطيف الاهلي النهاردة كان على الدكة اللي هتذكرهم دلوقتي ميكي سوني حسين الشحات طاهر محمد طاهر كريم فواد محمد فتحي محمد محمود شوف الدكة عاملت ازاي شوف الدكة وبعد كده تحس ان الاهلي عايز لعيبة عبدالطبيع نادي الاهلي السداخل في كام بطولة فبالتالي نادي الاهلي لا كتيرة كابتان عبدالطيف العدد ده يكفي في كام بطولة بس ممكن يكون في لعيبة في مكان واحد يعني ممكن يكونش لعيبة في كفاءة مثلا في حتة البليميكر مثلا في أفشة انت المفوض بيعندك لعيب لعيب تاني لكن متوظفش احمد عبدالقادر في مكان ممكن يبقى مثلا ما عندكش بديل باكلفت في كفاءة ممكن اكرم لما تصاب ما عندكش محمد هاني محمد لقدر الله وتصاب برضو ما تصعيش البديل الكف فمش بالعدد يعني انا بالكم المفروض احتياجاتي ايه والمفروض البديل الكف يكون على نفس المستوى البديل اللعيب المفروض المتواجد يعني انا شايف يعني نادي الاهلي لو هو بالتشكلة دي اكواس جدا لكن في متغرات ممكن تحصل يعني ممكن نقدر الله اصابات انذرات اقافات هتعاني لو لعبت العامة تانية يعني اللي بيعجبني لو تبيعة تاخد ماتشاتهم اهاب ما بيثبتش تشكيل معين فضيع واللي بينزل ما بتحسش ان بس عايزة لجعلك في الاهلي النقطة مهمة اللي قال لك كامتن عبداليف ان لو حصل اصابات مين التلاتة اللي بدقوا في اتفاع النادي الاهلي من اول الموسم رامي ربيعة ياسر ابراهيم ايمان اشرف بدر بنون اه ايمان اصف فين لسه مصاب التلاتة مش موجودين يعني التلاتة مش موجودين اه الاساسيين والاهلي مش بيعاني مثلا في السنتر باك بشكل كبير انت عامل المنعم حامل المنعم كويس ورامي النهاردة كويس وياسر ابراهيم كويس بس بقولك ايه عد الاهداف اللي داخلت هندقى الفترة وكان لما بدر بنونه هاي من اواجت اخذ العبكان بيخش جواد كانت تتبهنا المشكلة بقى هنا طبعا دي مهمة جدا اه بدي تحية بردو الادارة فيوتشار ان هي سامح ممكن مولون مش هنجد مني علاقات برضو هادية وجميلة بتعدي محمد ارجع في وقت كويس فأي طبعا دي توطري في مشكلة في الباك رايت والباكليفت جناحية إليك فيها مشكلة أو لا؟ طبعاً طاهر ما تعطمتش عليه دلوقتي حسين ما تعطمتش عليه هتعتمد عليه ومهمت؟ يعني مش في الفورمة ما الدهمش ومطش من أوله وأنا هبقى الآن يعني ممكن أحمد عب قادر ياخد دلوقتي ممكن حسين يبتدى يجيب مستوى دلوقتي إنما برستاوش حسين جمعين أهلي تنتقدوا النقد الكبير نايمان تريند على تويتر بعض المتشاط يعني عسين نهاردة ملحقش يعمل حاجة وتقطع لا 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 بقى هو وكان وحش مسكناء مش قطعنا أنا نصحته كتير على الهوى ولما قبلته في موتش المقصة قلتله روح عدي يرجع تاني بقى وهو كوي هيبتدى يقف على حينه نهدي فيه لا أنا بقول جميل الأهلي يقفوا جنبه ده هو ابتدى يفوق زي شريف وقع ماتشين ثلاثة تكلمنا وقلنا له وما تخافش وارجع وانت تشين منتخب ماتش جايب جون فارجو واد يجونين لا يعني برضو الجميل لازم يعني أنا شايف حسين يبتدى يرجع شوية اه مش ده مستقل بس الراجل قعده وبيرسي تاو شغال فيها بس الاطراف برضو ما حسش يعني انت اما بتلاعب فرقة تقيلة لا بتبين تخيل عندك مجموعة كبيرة بقى يعني الأهلي عنده مجموعة كبيرة في مركز الجناح تعد بقى انت عندك بيرسي تاو عندك طهر محمد طهر وحسين عندك حسين عندك عبدالقادر عندك ميكي سوني ميكي سوني اه انت عندك مجموعة كبيرة في المركز ده ولكن كده الاهلي عنده مشكلة والدليل متاع الكلام ده كانت لعب لطيف انه تقريبا كل مباراة اه موسيماني مش عايف يلعب مين اجنح موسيماني اه اه بيفكر في التجديد وبيفكر في حاجات كتيرة اه شغل تفكيره شوية سيد عب حافيز النهاردة قال كلمة بعد الماتش قال الفترة اللي جاية الماتشات اللي جاية هو قصله على بيرامدز وقصله على سوندونز وقصله على العودة بتاع المريخ والهلال اهم امعرف شو كان بيقول الكلمة دي المين للعيبة ولا للجهاز ولا الايه بس هو كلمته صح قال انه الفترة الجاية محتاج اللعيبة او الناس تبقى مركزها في الكرة بس وانا انا انا بقول انه هو قصله على الجهاز طبعا قالك ان محتاجين الفترة الجاية يبقى بنفكرش غير في الكرة بس بقى هي الكلمة دي اللي خليتنا اقوله ان مسلماني مش بلاكس عظيم نسا بكمالين مع حضراتكم مع عركباتنا الكبار كابتر محمد عبداللطيف الدماني بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا رب حضراتكم مرة اخرى طيب كابتر عبداللطيف عايز اروح لنادي الزمالك جزبالدو فليلا المدير الفني قال اصبق لنادي الزمالك يعود مرة اخرى كنت عرضت من شوية كده حاجة ان المدربين اللي بيجوا نادي الزمالك المرة الاولى غالبا بينجحوا المرة التانية بيبقاش موفقين بس انت بتتكلم على مدرب عبكاري حرفيا مدرب من الاسماء الكبيرة يعني انا قلت حتى في المقدمة كابتر محمد مدربين الصف الاول في البرتغال مش هو الفرز التاني ده منو جوزيه ده كارلوس كيروس الناس الاسماء كبيرة دي متفائل على فكرة هو وكارلوس كيروس برأس واحدة هناك يعني سمعتهم زي بقى طبعا متفائل لسبب ان يعني الاراق بتاع الجماهير او محبيه النادي الزمالك يمكن من مراته الاولى كابتن انهم اتفقوا من في قبول ان المدير الفني اللي جاي هو فيرة طبعا فبالتالي في اقار راحية وراجل جاي بثقة ثقة كبيرة جدا يعني وهو راجل محصوص في حاجة كنت بكلم مع الكابتن قبل الهوى انه هو جاي مع لهوش ضغوط ارقام عظيمة يعني اه طبعا هو مع لهوش ضغوط يعني بمعنى نادي الزمالك نقوفه ضعيف خلينا نتكلم بالارقام مقوفه ضعيف جدا في طولة افريقيا فلو حصل حاجة فبالتالي هو مش جاي ولو عمل حاجة سابله يا كابتن طبعا يعني فدي حاجة الحاجة التانية هو ده هو لسه مش وارطة وليسه مخلصناش مدير الاول فياكيد من المستوى متقارب الفرق الستة بونت ده زناد الاهلي كاسب الموتش المتأجل فالارقام قريبة ولكن انا واضح انه هو يمكن تفرق قوي على الفكرة وجود مدرب الثقة اللي هو واخدها او جاي بيها هينعكس على اللعيبها بمعنى انه هو رجل منضبط رجل اسم كبير جدا جدا في عالم التدريب فاي كلمة هيقولها اي معلومة هيقولها اي يا كابتن تعليمات هيقولها اكيد 100% هتتسمع لان اللعيب بتأثر بالمدرب او باسم المدرب اللي بيكون موجود فمدرب طبعا من القلائل طبعا اللي اسمهم كبير جدا وبرضو محظوظ ان فرقة الزمالك اعناصة جيدة جدا يعني فيه استقرار فني فيه الحطوط قرب جدا من بعض فيه تكلم في زيزو في افضل حالاته في الشارع افضل في حالاته تكلم في 90% من الفرق ابرف عليك ابرف عليك اه ومستوى السابت بقاله فترة التشكيل سبب باستثناء واحدة واثنين فده كله مع شخصية مدربة كابتن مع بداية جديدة مع ثقة ادارة واستقرار اداري اعتقد النجاح جاي اللي نزمك الفترة الجاي طيب كابتن عبدلطيف قال حاجة وحرك اكدت عليها فكرة انه هو مش هيبقى مسؤول قوي عن اللي بيحصل في دولة ابطال افراج بس لو انت تبص على ثلاث مباريات اللي جايين وداد في ملعبك السجرات في ملعبك بيتر قتلتكو بره ملعبك ثلاث مباريات ممكن يبقوا في المتناول هل جماهير الزمالك دقائق نادي الزمالك كل اللي بيحبوا نادي الزمالك هيقبلوا يخسروا حتى مباراة من الثلاثة دول بانت لو كسبت الثلاثة جالبا هتسعد آه ما برد عنده مسؤولية عنده مسؤولية بس مش مش تقيلة آه يعني مش 100% السيدة برضو ما بتقولش مساء انت لازم تكسب الوداد في المغرب عشان تسعد لأ احنا عايزيلك تكسبه في مصر مم وده الطبيعي بالضب ده الطبيعي بفرقة زي فرقة نتز مالك آه في اللعبة كورة وعنده فرقة آه ممكن الدكة مش تقيلة بس انت ممكن تمشيها يعني تمشي معا يعني تمشي آه هو ما عندهش مشكلة في بطولة أفريقيا هو لو زي ما الدماني قالك عمل حاجة وكسب الوداد هنا وده الطبيعي ان الزي ما لك يكسب الوداد وسجرادة ممكن بقى هناك مطش ده ان شاء الله الزي ما لك يكسبه أو يطلع ببنته وفرقة تانية يعني ليه حسابة حتى لو خرج يبقى عمل اللي عليه قده شكل انه ما فيها زي ما انتقول جمهور زي ما يقبلش بس انا بقولك لو حصل حاجة في المطش اللي هنا مع الوداد جمهور زي ما مش هيحمل فرير ولا مجلس الإدارة هيحمل اللعيبة آه ده ده أساسي ليه اللعيبة هي هي وسمى انا بيه معهش عصة صحرية وانا بحييه واي مدرب صاعد واعد يا كابتن لازم نقف في ظهره هو مع عصة صحرية بقاله يوم اللعيبة اللي في الملعب بالروح هرجع التاني ابتدوا يحسوا ان الزمالك لا ما ينفعش أبا مغلوب اتنين صفر وأجيب تلت جوان في فرقة زي فيوتشر تبقى جامدة لا بتتحسب بتحسب لقسامة تحسب للجهاز تحسب للعيبة نمرة واحد بصراحة فاناو حصل حاجة في الوداد انا اول واحدة هحمل اللعيبة مش هحمل ندرب بتتفي يا كابتن عبوطي هتفي طبعا لكن نادي الزمالك بتكلم في اتنين بونط من ثلاث مباريات اللي هيركب اسمي وعركة نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك احنا بنتكلم في وقت بيبقى مش عايز مدرب بمسؤولة لعيبة في مباراة لعيبة انا ما بيحسبها حسابات المباراة على الارضي واخر امل ليا انا طب المدرب هيفيدني في ايه ده عناصر دولية وعناصر خدت بصورة قبل كده فبالتالي يعني انا معلش عايب كابتن عبوطيب دايما بختلف مع النقطة دي اه انا عاعد مع اتنين مدربين كوبارين الله ينسر فانا ان اضد فكرة انه اللعيبة بتاعرف تكسب لوحدها لا اللعيبة هتكسب بالمدرب وهتغسر بالمدرب واللعيبة يعني انا احصل دايما العامل مشترك كان في النسبة كبير كم النسبة نسبة كام المدرب نسبة كام انا بشوفها النسبة مشترك انا انا مش مع فكرة برضو إيش حركت اللي تقول العامل انت عارف المدرب او مدير الفني يعني 30-40% وال60% بتاع تلعب انت عارف 30-40% دي ايه نفسيا زي مصبور بشوقت حاجات تخصوصي طريقة اللعب ويعني انت عايز تقنعني النهاردة النهاردة الاهلي بعد ما جاب جنين موسيبين قال لهم رجعوا دفعوا لعبة وقفت وهمدت وبيدعوا جوان وبيدلعوا لما دخل فيهم جنين عايز تقنعني هو قال لهم يالله بقى خلاص يعني هو كده مايسترو لعيب مش على طول مش دايما اللعيبة طبعا هم ربتحام المسئولية في مواقف بتبقى لعيبة في مبارات في الموسمة كابتن بتيجي دي مطشرة لعيبة ماتش صعود مسر انا مستنى مدرب يقول لي معلومة او يقول لي الطبيعة بروح والقلب وقادي اللعزة وصل عليك لكن طبعا المدرب لدور دور مهم ما كناش جبنا مدربين طبعا انا بتكلم في جزئية مبارات في كل فترة بيبقى خلاص انا ماتش الجاي لعيبة الزمالك عارفة المسئولية ان التعادل حتى مش هينفعني فبالتالي لازم الروح الى حتى المدرب مهم عمل وانا من جواه مش عاوز ما خلاص يعني انا بكلم في الوزيج انا معاك في لي انت باس انت مفيش طبعا المدرب دي دور طبعا ما فيش حاجة يسمعه في نكساب قامل غير مدرب بس انا بقول لك دور اللعيب لعن نسبة كده مزبوطة الجمهور لي دور مجلسة الادارة لي دور المدرب لي دور كل دولت في حتة واللعيب بقى رجليه رجليه اللعيب جاب الجن مدرب بقى احسن مدرب اللعيب ينفرض وضيحها مدرب مشي فالمشكلة في اللعيب طيب كنت بتكلم على نواقص الاهل ونواقص الزمالك مفهومة ليه بسبب ايقاف القيد بس في حاجة واضحة نقصان في نادي الزمالك كابتن محمد كابتن عبدالطيف بقاله كذا موسم مش الموسم ده بس من هو بديل طريق حامد في الزمالك من خمس موسم؟ ولد انت قربو عليك حتى لو دي فترة القيد وقفة طب قبل كده كميل بديل طريق حامد جابوا محمود عبدالعزيز واهملوه مش رؤة جابوا رؤة وبيبتدي يشتغل ويمكن اسامة عجبني اللي ابتدى بيه واداله الفرصة لو قدت جيه في اخر عشر ده بقى يمسك رجليم من الخلفيات عشان ما بيلعبش عمل مجهود كويس فانا عندي العناصر دي وقابليهم دونجا لو تشكش وقابليهم دونجا بس انا بكلمك على ما هو مش لازم ابقى في الحتة دي سوبر مش لازم ابقى اسماعيل يوسف مش لازم ابقى مجدعب غني مش لازم ابقى طامر حامد وممكن ابقى سبعين خمس سبعين بس هعملها مش لازم ابقى عزيز مش عملها زي رؤى مجيبش زيزو يعني ولعبوا الحتة دي ما خليهم من الحتة اللي فوق مجيبش أوباما ولعبوا الفندر استاس كارتيرون كان بقولك عايز بوز الدنيا ودي عشان الراجل اللي جابه بعد اما مشي والله لو جايب بطولات ايه لنادي الزمالك مفيش حد يشتري ويبيع في نادي الزمالك ده مزاجه يمشي وقت ما عايز ويقعد زمالك عايز اخنعني انه لما يتفق مع الاتفاق السعودي على رأسنا الاتفاق السعودي والسعودية على رأسنا كل باية ولكن انت في نادي اسم ونزل زمالك اكبر انديت الشرق الاوسط ايه انت بتتكلم في ايه جمهور يهز الدنيا ده فيلر بس عمل كده وانا قال له يلا شكرا ايه انت مين فانت يا عم مهما تجيب بطولات وتعمل لا ده اسم ونزل زمالك وانفعش تبقى بتتفق انت عندك مطش مهم مع الوداد وانت مخلص مع الاتفاق ايه ده ما هو غدر قبل كده فالناس دي لازم تعرف ان يا جماعة مش اي حد تجيبوه خلاص عنده ده ولا اصل ده اللي هينفعنا مش هينفعك انت برضو خد بالك بيجيلك وقت زي ما كابتن قال ما تقدرش يجيب لها بنفس كفاءة بتاعتين بمعنى ان نادي الاهل عنده مشكلة في الباكليفت بقاله فترة اذا علم معلول مثلا مصابقة ومش موجود جاب اعتقدت محمود وحيد وفي الاخر قلة المشاركة خليته مبعيد لكن طريق حمد وصل لفورمة ما تقارنش حد بيه يعني هجيب حد ورد منه بسرح بسرح اه دي مهمة جدا يعني ولكن يجب على ادارة نادي الزمالك من حالة ان هم خلاص طريق حمد ربما ما تقدم السن الاصابات تكتر ربما المشاكل تكتر اه فبالتالي لازم يقدر يجيب لعيب بقى خلاص وسط مدافع كفاءة عالى يعني كانوا بيجوا على فكرة عندهم لعيب الناشئين اسمه هاني جاي بموتشين تاتا في الديفندر يهتموا بيه اسمه هاني او اسمه حاجة كده في نص الملح يجب واحد زي مثلا نابيل دونجا مثلا بتاع برامزة واضح ان اخر موسم مجلس باله وهو عنده ميول انه مين هيقدر يخش مع برامزة اه اخر سنة السنة دي اه وقت كابتن اللاعب برضو بحسار البطولات او الاديها على حساب الفلوسي اه اه مفروض اه 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 انهم على كابتن محمد شرفتني ونورتني كالعادة حبيبك 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 دائما موافق ونشوفها في المتاز ان شاء الله شكرا جزيلا دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على الخير اشتركوا في القناة